معجزة بذور الكتان والحليب لعلاج التجاعيد بذهنة واحدة انسي شي حاجة مثل الخطوط المسينة والخطوط الرفيعة والتسبوغات والنمش والكلف والحبوب والسيكات خيس الحروق ديال الشمس ديال كمتان قولو عام وعامين وباقي وجهك مبرقع فاليوم اجبتليكم احسن وصفة هذه البنات وصفة جبارة كتصفي كتوحد كتبيض كترجع كبيضة حليب ما نعودش لكم يا البنات النتائج ديال الخورية وراني خليتليكم النتيجة وللغزلت في البداية انتعاد لفيديو هذا باش شوفوا كما سنقولو بالاعيون ديالكم النتائج راتكونوا شفتوهم يعني واحد المقاطع مصغرة ما شاء الله سواء عندك تجاعيد سواء عندك نمشو كلف سواء عندك الحمدولله تسبوغات كيمشيو مهما كان الوجه ديالك كمسا نقولو كلكرشة وعاكدك مجعاد ومكمش مزيان مزيان فقد تخلصي منو لانو زرعتلي كتر ما شاء الله عليها قاهرة لتجاعيد هذا المسألة كان عارفوها منذ زمن طويل طويل جدا الجدواز ديالنا تبركت الله وكانوا كيديروها الحالي من طبيعات حال معروف بالصفاوة ديالو بالبياض ديالو بانو كيساعدك ادالي كبتخفيف او في علاج تجاعيد حكي عالج البنات التسبوغات التبرقيع الحبوب كيسفي او كيبيض الكحولية ولا الزروقية لانو كان بعض البنات يعانهم الكحولية وكان واحد الفئة او اخر كتعاني من الزروقية مش يعي الكحولية فالمهم اللي هنقول لكم هو جربي هاد البسطة ونضيح يديع لي العقز ورديع لي في التعليقات يعني نقول لي كيف يفجزك واش عجباتك او لا ما عجباتك شوانا نتحدى اي وحدة نتجربها وتقول لي را ما عجباتك والله القاسم اللي بنتي الى معجزة ربانية واقتصادية يعني هتاخدي درهم ديال زرعت الكتر مع واحد الكيمياء ديال الحليب حليب السائل المهم انا كوشي هم باختاجيه معاكم هادي نشاركو معاكم بالتفاصيل ان شاء الله ونسونا هاد الفيديونا الاستحسان ديالكم هنا الاعجاب ديالكم وقبل كل شي ما سبخلوش عنا بواحد اللايك طب يتحال فضلا وليس امرا الله يسعد كلبكم والله يسهل عليكم والله يستر لكم الامور يا ربي والله يعطيكم دكشي اللي تمنيتو سواء كما تنقولو احنا يعني درية صالحة سواء زواج سواء اي توحجة البنات فالله يسهل عليكم اشتركوا يوميا تنزلوا الجديد كي يحمقوا كي يهبروا وقسيم بالله الحمد لله تنخدموا عليهم من القلب وفش تتخدموا عليهم من القلب تتوصل لقلوب المغاربة الحمد لله فما تنسوناش البنات ما الاشتراك وكذلك فعليز الجرس باش يبقى ينزل لك ايها جديد ان شاء الله نزلتوا لكم فلاشا خليلي تعليقات ديالك الاقتراحات ديالك للاستفسارات ديالك سنو تبغي تشوفي ان شاء الله في الفيديو المقبلين ونالفيديو الماجيين وعلى بركتي الله سنتعرفوا على المكونات نساعد لغوثات طريقة ديال التحديد وطريقة ديال الاستخدام المهم اول حاجة البناس غدين نحسجوها اللي هي زريع الكتان هنا البناس عندي تقريبا واحد الحفنة كبيرة زريع الكتان هذه البناس تقريبا رغجو جدراهم زريع الكتان رأرخص عشبة ممكن نجيبها وكذلك اقوى عشبة في علاج تجاعد انا ما عرفش بولدان اخرى شنو كتسميوها فالبنات لها كاز عرفوها في اسماء اخرى في بعض الدول خصوصها العربية في حل مصر العراق وهذا خليو لنا البنات الاسماء باشا كده نستافدوا منكم ان شاء الله نعرفوها بجميع الاسماء مش غير بزريع الكتان وانما نعرفوها بجميع الاسماء البنات المهم زريع الكتان البنات فعالة ما شاء الله انا بعدها كان عشقها كان حمق عليها البنات لعلاج تجاعد فاخديتها تقريبا منها حفنة وعمرت بها تزلافة وشوفو ما زلت قادة تليها لان اني تقريبا عند ارتباع وحد جهة الوصفات فاديجها كملت بقى تليها هذه المعلقة الكبيرة حتى المعلقة ونستيال زريع الكتان باودر وانا غنوريها لكم انتم اللبنات فانحتاج زريع الكتان مطحونة وغنحتاج الحليب لاسيك يقول ليش من حليب خديث هنا حليب كامل دسم يعني حليب كامل دسم مزيان او لا نصف الدسم يعني فحال بحال هذا البنات ماشي ماشي يعني ذو باودر هذا البنات حليب عادي كتباح الملحنوز تجيبي وتاخديه اما كامل دسم اما نصف نصف الدسم مهم بالنسبة لكم اتمام ممكن تاخدوا الحليب باودر كيف ممكن تاخدي الحليب السائل اللي قدرت انا ياهنا وهذه هما جوج دي المكونات الاساسية يعني البرنسبال دابال الناس هنزل مكونات التانوية لانه من غير الاساسية عندنا مكونات تانوية ولي هم ان شاء الله الكوركم اولى الخرقوم البلدي ها هو البنات عندي هنا منه كيمية كتاخدي منه الكيمية وطبعي تحليح بيتي ولي بغيتي سواء معي القاة جوج معي القاة المهم مسألة كسبقة ضوقية وكذلك البنات غادي تحتاجوا معانا كيمية من النشاء او ما يسمى البنات بالدورة او الماء هنوريكم حتوش النوعيات عندي عندي البنات هذا النوعية هذا الزهر الصدرة برزوينة 170 قرام وعندي هذا النوعية سوف يحتاجون معي شوية للشوفان او الخرطال انا سوف اضافة عمراء بالخرطال قبل ان يتطحن هكذا يأتي بذور الشوفان او الخرطال وهذا هو البنات بعد ما اتطحن ليا الخرطال هنا عندي معلقة ليس كبيرة وانما متوسطة الحجم سوف نرى نشاء الكتن الكركم والحليب وصلنا لبنات الخمسة المكونات الله يجعل البركة من الاحسن يكون فيها خمسة لكي تكون في عالم جميع النواحي الشد والترهولات كما نقول احنا هي لابو اللي مكيكونش محدة لها اللون النفخي يعني الناس اللي عندهم نحافة يعني ماشي كتعالج غير حاجة واحدة وصافية لا كتعالج كل شي وخصوصا انا كما نقول على النمش والكلف خصوصا ومو تجاعد يعني تسبوغات فبالزف ملكم ما شاء الله كتسولوني على النمش والكلف تسبوغات والسيكاتريس والتجاعد فاليومان شاء الله ببدهينة واحدة لا تنسي المشاكي الكامنا ان شاء الله المهم دا ما كتخذي لي واحد القيناء هانتوما ديال اللي غادي نطبقو فيه كل شي اول حاجة غن نبدأ بمكونات الاساسية طبيعة الحال اللي هما زريع الكتن سنجد كمية كاملة لانه الصراحة كمية قليلة زريع الكتن ما كتقطنيش او البليتو ما كتكفينيش كتخذي المعلقة اللولة معلقة التانية معلقة الثالثة والمعلقة الربعة والمعلقة الخمسة تسمع المعلقة كبيرة يزرع الكتن و تجمعهم تجمعهم جيد نضيف كمية الانشاء نضيف كمية الحليب نضيف كمية الحليب نضيف كمية الحليب نضيف كمية الحليب اختار أنضيف كمية الانشاء يضيف كمية الحليب ثم نضيف الكركم و هذه هي الوصفة سوف نضيف الكركم لا أكتب الكثير لحسب المشاكين لديك فجهك و لا ترى هكذا المشاكين و لا تكرم كانتم يا حبيباتي لا يكتب هي القمية أما يتِماسك لا يوجد سائل و لا يوجد عاقد فالقاومة كانت نحمق عليه بهذا الشكل سوف نحاول نقرب لكم بكثير القاومة كيف أشتهر هذه البنات هي الوصفة الذرة والحليب اللي ان شاء الله بدهينة واحدة سوف تنسي حاجة سميتة تجاعد سوف تنسي حاجة سميتة تسبوغات سوف تنسي حاجة سميتها سوف تنسي حاجة سميتها كل المشاكل اللي عندك سوف تنسي حاجة سميتها و سوف تنسي حاجة سميتها مهم انتمنتنا لأحجاب انتمنتنا لأرادتكم أهم حاجة لدينا البنات تجربوها وتردو علينا في كومنتات تقول لنا ما عجبتكم او لا ما عجبتكم كذلك البنات هي نقطة مهمة والتي هي الغزالة الناس تتخبرنا لدينا لوجهنا و لقد قمناتها لعمقنا و لدينا 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 ممكن للمصفة كانت في رجلين كانت في المناطق و لدينا مهمة في الكراحة و بداية انا من بعد بعد كثير من مدة 20 او 15 دقيقة كثير من تنسي حاجة و تردو عليها و سوف تنسي حاجة و تنسي حاجة لدينا الناس الترطيب يجب أن تنصحينها في الترطيب هل سأخذي معكم الأشياء المزيدة هم الأشياء المزيدة هذا هو الأنواع لمارك نيفيا هذا هو مزيد و هذا صفت و هذا كان لديه أكثر من هذا لأنه لديه لباق بعض المرات تجهد من أجل فلا سيعود أن أريد ان أجري أن أجري أن أجري أن أجري كثر من وضع لذلك هذه الزرق 150 درهم مغربية وعقولة ومزيانة 100 ملل 18 درهم مغربية حتى الحجم الكبير لأن هذا البنات جاء غير حجم التوسط هذا البنات الحجم الكبير هو هذا اللي كان فيه 150 مليلتر 28 درهم وهذا زوين زوين بزاف انا سوف نورده لكم يعني نديره لولداته كان البنات نديره البنتي ديما كان نرطب به كما سنقول له كوغ ديالهم فيه ريحة صراحة غزالة وكان نحس بالملمس دياله هذا الملمس دياله خطير خطير بزاف كان هذا كما قلنا وكان نيفيا يجيني هذا دهني بزاف يعني لا تكيشكوش حاجة دهني أكثر من لازم فيديروا هذا وكان حبيباتي هذا الكرام هذا 12 درهم يجيب الأرقان زوين تهوية من لوبانيا كرام دوسوان هذا الكرام بزيد الأرقان هم الخاصية دياله حتى هو اقتصادي وكان هذا 9 درهم أنا نبره لكم فيوام تلتية النكاة ولكن عند مولمال مكيج تبقى بزاف وكانت تراجعت النكاة ومن لابر الحامض 200 مليلتر فيه مئتين هذا الابناس غليسيرين كريم أصلي 200 تاوية مليلتر وكان هذا بالأفوكادو كما قلنا البناس ستلقى يوم عندهم المكياج هذا فيما يخص الكريم كريم غليسوليد كريم غليسوليد كريم غليسوليد كريم غليسوليد كريم غليسوليد أدري هم ترطيب وعناية وحماية وهذا اغريم من مدنة وبعد ذلك اغريم ووحيد اللون في الدول العربية لا أعود لكم سبحانه ينصحون بهم كده لابنة لا نصح لعريسات اقتصادية ووقت لدينا الفعالية لا تغير البساطة والاقتصاد ولكن الفعالية لا تقلق بالعكس الفعالية سواء في الكريم الاصلي 20 درهم او 15 درهم سوف نقوم بإمكانكم 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 8 درهم كريم 8 درهم كريم لترطيب الجلد والغليسيرين 150 جرام ثم سوف نقوم بإمكانكم 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 مواد الآخر ميزر الزيت 25 درهم مغربية الزيت الزيت الغزال سببار 200 مليلتر و غزال كثير يوجد نكاث واحد اخرى فيه الغوز و الماغون يزوين نزحكم به و بشكل كبير الميب البنس من الملس وجهة كاملة التطبيض والترطيب بالنسبة للفالزلة هذا الاصلي لكي درعشين درام هذا ناطق طبيع مفجر الريحة و يجب ان نكاث واحد اخرين يجب فيهم الريحة ليهما الماغون والو الوردي و نفعز الين جاء خمسة درام بعد ذي مديمة البنس كامبار تاجيهم معاكم المهم باكي ما سنقولون ان شاء الله خفا نزربا غنشاركهم معاكم و هادو اللي كيجو هكذا بالبوم اولا بتفاح كينوسي البنس هادا اللي هو بالورد هادا اللي هو بالارغان هادا اللي كيجي بالفاني تاوزبين هادا بالكاكاو هادا بالناطيو هادا بالناطيو وهادا بالحامل هانتوما هادا بالناطيو وهادا بالحامل مهم هدو خمسة دراما دي مكن اشاركو معاكم و دي مازا ننظرليكم اليوم بالتفاصيل المومي اللاها فهد الشي اللي كين كين حبيبيتي هادو هما المنتوجات الزوينين نشارك معكم اخر حاجة هذا الزيوت هذا بالغوز و هذا باللون الموب هذا الشي اللي كان بصحة و رحة البنات نتمنى لها فيديو تدعمونا باللايكات اشتركوا فلاشين نفعلوا زي الجرس و نتلقى معكم في هميزات في وصفات ان شاء الله عن و مزيد من الهميزات ان شاء الله جايين و مزيد من الوصفات جربتم و معجبوني بزب بزب و نتلقى معكم في الهيديو ان شاء الله ان شاء الله